عبر الأقمص صناعية من ريف درعا ينضم لنا مراسل الأخبار الآن من هناك محمد الحراني محمد مساء الخير أهلا بك معنا محاولات جديدة تفشل فيها قوات الأسد إذن الاقتحام مخيم درعا لماذا تستهدف هذا المخيم يعني من الأهمية الاستراتيجية للمخيم طبيعة حتى ربما الحياة اليومية في هذا المخيم ولماذا هو هدف لقوات الأسد نعم خديجة مساء الخير بعد أن فشلت قوات النظام والميليشيات المهنية له والمساندة التي استقطبها مؤخرا إلى محافظة درعا من العاصمة دمشق باستعادة حي المنشية أو إحراز خرق في حي المنشية على حساب فصال المعارضة النظام اليوم والميليشيات المساندة له تحاول التقدم في مخيم درعا كما ذكرت هذا المخيم الذي يقع على رقعة جغرافية هامة بالنسبة لمركز محافظة درعا حيث أنه يطلع على المنطقة المعروف باسم الصناعية وأيضا مناطق درعا الأمنية في القصر العدلي والمناطق التي تتحصن فيها النظام النظام اليوم يسعى ويحاول أن يسيطر على هذه النقطة في مخيم درعا بعد أن فشل في حي المنشية خلال اليومين الماضيين شهدت درعا وهي درعا البلد أجواء ساخنة من المعارك المحتدمة بين فصال المعارضة المنظمية تحت وغرفة عمليات البنياء المرصوص والميليشيات الموالية للنظام حيث كان النظام يستقطب يتبع سياسة الأرض المحروقة في درعا البلد حيث يسقط يوميا قرابة 100 صاروخ نوع أرض وحسب عسكريين القوة التدميرية لهذا الصاروخ تقدر بقطر 500 متر بالإضافة إلى استهداف أحياء درعا البلد لأول مرة بالبراميل التي تحمل مادة النابالم الحارقة بالإضافة إلى استخدام الصواريخ الارتجاجية في عدة مواقع في درعا وعلى سيما حي طريق الساد وحياء درعا البلد ومخيم درعا فشل ميران بإحراز أي تقدم عن أي جبهة نقطة استراتيجية مخيم درعا سمعت بأنه له أهمية استراتيجية في المعركة ما هي هذه الأمية وأيضا كيف يجابهون قوة الأسد والميليشيات خديجة ذكرت لك أن المخيم درعا هو مطلع على مركز المحافظة في درعا المحطة ولا سيمة الفروع الأمنية الفرع الأمن العسكري في الأمن السياسي أحياء درعا المحطة التي تحتوي على مركز المحافظة التي تتحصن فيها القوات النظام والميليشيات الإيرانية في المنطقة الصناعية هذا المخيم يعتبر نقطة هامة واستراتيجية للنظام حيث أن يحوي أزقة ذيقة يتمكن الثوار من خلاله التسلل إلى مواقع وتنفيذ عمليات قنص في صفوف النظام في مركز المدينة اليوم النظام يضع كل ثقله ليسيطر على هذا الحي الاستراتيجي وهناك خسائر كبيرة قد تكبدت قوات النظام بها مؤخرا حيث صرحت البنيان المرصوص اليوم عن مقتل قرابة 13 عنصرة من عناصر النظام وحزب الله اللبناني وأيضا الأمس كان هناك مماثلا أن العدد هذا بمقتل في صفوف النظام وخسائر كبيرة من العتاد وتم تدمير دبابتين حتى هذه اللحظة تدور الاشتباكات في مخيم درعا بالتزامن مع قصف عنيف من قبل المروحيات والصواريخ الأرض والفيل محمد الحراني مرسل أخبار الآن شكرا لك كنت مع نبر الأخمص صناعية من درعا